اهلا بكم الى لقاء الولى الذين استضيفوا فيه الليلة من الرباط رئيس المركز المغاربي للدراسات دكتور منار سليمي حيث نناقش معه مشاورات الحزاب المغربية لتشكيل مجالس المدن والجهات تستكمل الأحزاب السياسية في المغرب مشاوراتها لتشكيل المجالس الجهوية بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة وكانت أحزاب التحالف الحكومي وعلى رأسها حزب العدالة وتنمية قد أصدرت بيانا غادة الانتخابات أكدت فيه على أنها ستقوم بإنشاء التحالفات داخل بيت الائتلاف الحكومي من جهتها أكدت أحزاب المعارضة للحكومة المغربية أكدت أنها قررت مقاطعة أي تحالفات يترأسها حزب العدالة وتنمية وعطت الانتخابات الصدارة لحزب العدالة وتنمية الذي حل في المرتبة الأولى حيث حصل على 174 مقعدا أي بنسبة 25% يلي حزب الأصالة والمعاصرة ب132 مقعدا بنسبة 19% ثم حزب الاستقلال بتسعة عشر مقعدا بنسبة 17% ثم حزب التجمع الوطني للأحرار بتسعين مقعدا بنسبة 13% فحزب الحركة الشعبية ب58 مقعدا أي بنسبة 8% معنا من الرباط رئيس المركز المغاربي للدراسات الدكتور منار سليمي ونسر خير دكتور منار كيف تبدو الصورة الآن مع بدء مشاورات الأحزاب فيما بينها لتشكيل المجالس الجهوية في المغرب الصورة تبدو بعيدة عن البيانات التي أطلقت بعد انتخابة 14 سبتمبر اليوم تبدو الصورة بعيدة عن بيان الأغلبية التي قالت بأنها ستحصر عملية التحالفات داخل الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي كما أنها تبدو بعيدة عن الخطوط الحمراء التي رسمتها المعارضة اليوم يبدو بأن هناك صراحة بين مكونات الأغلبية لتشكيل مجالس جماعات أو مجالس جهات وأيضا هناك صراع ما بين مكونات المعارضة التي كانت لها إمكانية للفوز بمجموعة من مجالس جهات أكثر من الأغلبية لاحظنا مثلا في بعض الجهات أنه تقدم مرشحان من أحزاب الأغلبية وهذا يبدو بأننا اليوم بعيدين عن استصريحات الأولى لماذا؟ لأنه طبيعي الأمر يتعلق بالتحالفات ولما تكون تحالفات تختفي عوامل التأثير الإيديولوجي وعوامل الصراع الإيديولوجي وتبدأ هناك تحالفات في الميدان ما بين المرشحين بل أحيانا أن بعض الأحزاب يتقوم بعملية الحساب وتحاول أن تصل إلى الحزب الذي يبدو بأنه قريب من مصلحتها هل حصل ذلك أيضا مع أحزاب المعارضة؟ داخل أحزاب المعارضة هناك مثلا إذا أخذت تحالفات اليوم التي وقعت في تشكيل بعض المجالس الجماعية فيبدو بأنه حتى مسألة الخطوط الحمراء ما بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة هي اختفت فقد لاحظنا بأنه في بعض المجالس الجماعية مثلا أنه كانت هناك اتفاقات قبلية بين المرشحين الذين تحولوا اليوم إلى منتخبين أيضا نفس الوضع هو اليوم يسير على مستوى الجهات ولكن المتير في الجهات وهي أنه في بعض الجهات التي من الممكن أن تفوز بها المعارضة دخلت المعارضة في صراعات وهناك أيضا توتر ما بين مكونات الأغلبية الحكومية بحيث بدأت بوادر صراع ما بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار صراعي يذكر بمعنى مفاوضات تذكر بلحظة دخول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة قام بعملية مفاوضات أندك كانت صعبة مع حزب العدالة والتنمية أزل انتزاع مجموعة من المناصب الوزرية يقوم بنفس العمل لهم لانتزاع مناصب على مستوى رئاسة الجهات نعم كما أشرت قبل قليل دكتور منار قيادات الأحزاب في الكتلة سواء في داخل الحكومة التحالف الحكومية أو في المعارضة كانت قد وضعت خطوطا حمراء فيما يتعلق بالتحالفات لكن ذلك لم يطبق ولم يحترم السؤال هنا هل يحدث ذلك برضى القيادات الحزبية أنه يحصل على صعيد محلي وإقليمي فقط دون ربما رضا أو توجيه من القيادات العلية للأحزاب التي وضعت تلك الخطوط في البداية الخطوط الحمراء هناك ثلاث موازين قوى تتحكم في التحالفات اليوم في المغرب حسب درجة القوى الموازين القوى الأولى هي مرتبط من يجري على الأرض بين المتخبين اليوم المتخبين على مستوى الجهات فهم يقومون بفرض طبيعة تحالفاتهم على أحزابهم السياسية أو على مكاتب السياسية وعلى قيادات حزبهم رغم اختلافتها الإيديولوجية ثم هناك الجانب التاني وهو ما وقع داخل مكونات الأغلبية بمعنى أن الصراع بين مكونات الأغلبية هو أيضا بات يبتعد عن الخطوط الحمراء التي رسمتها الأغلبية في التحالف مع المعارضة ثم هناك الجانب الثالث الضعيف وهو الخطوط الحمراء التي رسمتها قيادات منها قيادة حزب الأصالة والمعاصرة وقيادة العدالة والتنمية إذا الوضع الذي محدد لهم هو ما يجري على الأرض بمعنى أن المنتخبين يفرضون إرادتهم على مستوى التحالف على مكاتبهم السياسية وعلى هذا التباعد الإيديولوجي هل يمكن أن نستخلص من هذه التحالفات أن المنطقة التي يحكمها هو منطقة مصلحة أكثر منه إيديولوجي أو حزبي أولا النظرية النظرية هي نظرية التحالفات في كل دول العالم تقول بأن التحالفات يتكون مبنية على تقاربات مصلحية وأن العامل الإيديولوجي هو يأتي في مرحلة تانية يقرب بمعنى العامل المحدد وهو عامل حساب الخسائر والأرباح هذا ما يجري اليوم بمعنى ما يجري اليوم في المغرب هو بعيد كليا عن التصريحات التي تلت الإعلان عن النتائج عن الخطوط الحمراء التي رسمت هناك اليوم المصلحة هي المحدد على مستوى الجهات كل حزب يحاول أن يقترب من حزب آخر بغض النظر عن التنافر الإيديولوجي من أجل أن يحصل على مكاسب لماذا؟ لأن الكل يعرف بأن الجهات باتت قوية على مستوى طبيعة السلطات التي تنقل إليها والكل يفكر في المكتسبات التي ستكون بعد سنة إجراء انتخابات الشريعية والكل يعرف بأنه إذا ذهب إلى المعارضة داخل مجالس الجهات فلن يكون له دور إذن هذا هو الصراع الموجود وهو صراع بين نخب مختلفة نخب قديمة ونخب جديدة منها نخب وزارية ومنها نخب وزارية سابقة وزعماء حزاب إلى غير ذلك هناك من قراء أو من بين القراءات التي استخلصت من هذه الانتخابات ومن نتائجها أنه في المغرب حاليا هناك قوتان رئيسيتان تتقاسمان مناطق النفوذ في المغرب العدالة والتنمية في المجال الحضري والأصالة والمعاصرة في المجال القروي هل تل الوضع فعليا كذلك بهذا الوضوح وهل هو وضع سليم منطقي في المغرب أولا يجب أن أوضح إلى حد اليوم هناك قوتان ولكن متوسطة القوة وليست قوتان وصلت إلى درجة الهيمنة المطلقة على المشهد السياسي المغربي فحزب العدالة والتنمية وصل إلى 25% من عدد المقاعد وهو رقم كبير ولكنه لا زال بمعنى لم يصل إلى مسألة الهيمنة التي يمكن أن نقول بأنها مطلقة هناك قوتان تأكلاني بمعنى المثير هو أنهما تأكلاني بدأت تأكلاني من أحزاب الحركة الوطنية أتحدث عن الاستقلال وعن الاتحاد الشراكي ويأكلاني من الأحزاب التقليدية ولكن المتير وهو أن الحزب الذي يهيمن في العالم القراوي الذي هو حزب الأصالة والمعاصرة يحمي المشروع يسمى المشروع الديمقراطي الحداتي وهذه معادلة غير سليمة لأنه لا يمكن أن نقول بأنه يؤسس المشروع الحداتي الديمقراطي في القرى كما أن حزب العدالة والتنمية الذي كثيرا ما ينعت بأنه حزب تقليدي محافظ فهو يهيمن في المدن ولا يمكن أن نقول بأنه ينشر مشروعه المتعلق بالمحافظة أين هو مكمن الخلل هنا إذن هنا؟ أعتقد بأن التصويت في المغرب تصويت في 14 تنبر الذي فجأ الكثيرين كان تصويتا أخلاقيا بمعنى أنه ليس تصويتا سياسيا بمعنى أن المغاربة صوتوا على مسألة الصالح وتركوا غير الصالح بهذه اللغة لأن الخطاب الذي رجأنا ذاك هو خطاب من طرف كل أحزاب سياسية كان خطابا يتعلق فيه النقاشات حول مسألة الفساد إذن تم تصويت بهذا الشكل المجتمع هو مسيس وداخله تم توجيه التصويت بمعنى أنه أصبح تصويتا أخلاقيا وحزب العدالة والتنمية من خلال مجموعة من اللواحي التي قدمها تحول إلى ظاهرة أخلاقية إذن الموجة التي تزحف الآن وهي التصويت الأخلاقي أكثر من تصويت سياسي لاحظنا غياب البرامج بمعنى أن البرامج كانت ضعيفة أو غائبة لاحظنا غياب برامج على مستوى الجهوي ومن المتوقع في حالة ما إذا لن يتم تدارك الوضع بمعنى من طرف بعض أحزاب منها حزب الأصالة والمعاصرة الذي يبدو بأن مشروعه أكبر من موارده البشرية بمعنى أنه لا ينطبق على جزء من موارده البشرية وأحزاب تعاني من مشاكل مستديمة أود أن أسألك بالنسبة للصلاحيات المعطاة فعليا لهذه المجالس الجهوية ما مدى الصلاحيات التي ستكون بحوزتها فعليا ومدى استقلالها عن السلطة المركزية أولا الكل يعرف بأن المغرب كان الدولة في المغرب كان أمامها تحدي في هذا الانتخابات بغض النظر عن صراعات حزبية هي تعيد بمعنى بناء هندسة رابية جديدة يتم فيها نقل السلطة من المركز نحو الجهة الجهة كنمط من التدبير الترابي أكثر من ذلك أنه يؤسس لفكرة وردت في الدستور وهي معادلة وهي الجهوية المتقدمة خاصة أن المشروع يتجه نحو الجنوب وله علاقة بملفات مرتبطة بالدولة ككل إذن سيتم نقل السلطة إلى المركز الجهة لها العديد من الصلاحيات لها صلاحيات كبيرة جدا على مستوى اتخاذ القرار على المستوى الترابي المحلي لها ميزانية لها موارد لها موارد ستنقل إذن هامش سلطة وسع بشكل كبير مقارنة مع الماضي أكثر لذلك أن المغرب هنا يسير نحو تنزيل النموذج التنموي في المراطق الجنوبية الأمر يهموا أقاليم صحراوية ونجحة دولة في هذا التجاه شكرا جزيلا لك عفونا على المقاطعة دكتور منار سليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الذي كان معنا من الرباط العاصمة المغربية يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح أسلاتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك اشتركوا في القناة